هذا الفلوس أنا لا أتكلم عن موضوع الإعلانات أتكلم عن موضوع الأرباح المباشرة الذي يحصل بالنسknownst دعنا على سناب شات كيف يحصل الفلوس من سناب شات المباشرة المباشرة لا تتكلم عن الإعلانات أسحب الشاشة القنوات الموجودة في سناب شات مثلا لدي قناة اسمها أول مولة كيف الإجراءها؟ تكلموا سناب شات عن طريقكم مباشرة عن طريق الشخص أو عن طريق ممثل الجهة التي هو صاحبها القناة وعندكم قناة روتانا خليجية موجودة يكلموهم يقولوا لهم عطونا مثال لحلقة من حلقاتكم عشان ننشئ لكم قناة إن تم الموافقة على هذا المثال تمت الموافقة يعطوكم زي لوحة تحكم موقع خاص من خلاله ترفعوا الفيديوهات وتضبطوا الصور وما الصور والمعلومات هذه الحلقات اللي موجودة في قناوات سناب شات اللي هي شانل ساقات سناب شات يجي فيها دعايات وصاحب القناة يحطوا أن تجي الدعايات عساس كذا تلاقيهم يقول معلومة تطلع الدعاية اللي يرفع الفيديو هو اللي يحط الدعاية مين اللي يحط الدعاية؟ الدعاية أماكن وضع الدعايات من اللي يرفع الفيديو ترى يسويها مو سناب شات فأنت تلاقي نفس عساس تشوق الناس وشوفوا الدعاية تبقى تقول لهم ترى على فكرة معلومة مهمة وهي تطلع دعاية خلينا نكشف طب كم تجيب المبلغ؟ كلما زادت المشاهدات ستزيد كمية الدعايات لحظة الآن هم يزعلون علينا أخينا أعدي خضاعتك آخر الرقم المسؤول يتكلم على أنه البرامج اللي وانو أنه جايب مليار مشاهدة على الحساب حق البرنامج في سناب شات حلو مليار ذي كم طلعت لهم عشان بس أرأة روح تفهم معهم الحاسب أو الشيء لا إن شاء الله الآن مليار وصول أو مليار مشاهدة أعرف والله قال مليار مشاهدة ممتاز إذا هي مليار مشاهدة على سبيل المثال وقلنا أنه المليار مشاهدة ظهرت فيهم مليار دعاية يعني في كل مشاهدة الدعاية ذي من اللي يجيبها؟ سناب شات ولا؟ سناب شات هي الكفيلة بأنه أنت تروح وتنشر دعاياتك عندهم برضه في منصة وأي واحد ترى يقدر يسوي دعاية في سناب شات تجيب أرباح قد تصل شهريا إلى الربع مليون ريال في منطقتنا ولكن الربع مليون على القنوات اللي مشاهداتها جدا عالية طيب كيف أخلي مشاهداتي عالية في القنوات؟ تلاقي الغلاف دائما فيه شيء مميز أو موضوع عنوان جاذب يعني عنوان جاذب أو صورة جاذبة أو صورة بالضبط أحساس كذا تلاقي نوعا ما المحتوى كيف وضعه في هالمجال كان عندك تحفظ؟ شلون؟ صوتك كان فيه تحفظ في جيء مجاز لك جدا أكيد وش اللي مجاز لك؟ لحين منصة سناب شات هي 13 سنة وفوق ومع وجود المنصة تراهيل وحيدة أو لا تويتر 17 وفوق والباقي كله 13 وفوق فنوع المحتوى اللي موجود حسب سياسة المنصة تويتر وأيضا سناب شات عندهم مجال حرية ضخم فإذا محتواهم اللي بيحطوه ومسموح لهم في سقف الحرية حقتهم يكون من نوع اللي عن نفسي أتحفظ عليه طيب